قد يصبح لزراعة الزنبك منافس جديد قريباً في هولندا فبعد سنوات عدة من البحث العلمي قرر مزارعون محليون إنتاج الفانيليا في الدفئات الزراعية وخوض غمار المنافسة في سوق أحد أغلى التوابل في العالم ففي الدفئات الزراعية وسط حقول البطاطا أجرى الباحثون من جامعة فاخنينجن بحوثاً استمرت أربع سنوات في شأن إمكان إنتاج زهرة الأوركيد الغريبة هذه التي تنمو عادة في الظل في المناطق التي تتميز بمناخ استوائي قبل بضع سنوات كنا نبحث عن نباتات جديدة يمكن زرعها في الدفئات الزراعية الهولندية ودرسنا وضع الإنتاج واحتمال أن تكون بعض النباتات أكثر ملاءمة للزراعة والفانيليا واحدة من تلك النباتات وسيتقرر عدد النباتات المزروعة مع موسم تفتح الزهور المقبل بين شهرين نيسان أبريل وأيار مايو كذلك سيتعين الانتظار لثلاث سنوات على الأقل قبل البدء بطرح إثمار بنيليا هولندية للمنشأ في الأسواق لدى الهولنديين معرفة زراعية واسعة ونحن نزرع نباتات كثيرة في الدفئات في الماضي كانت الأسعار متدنية للغاية أما اليوم فثمت عدد متزايد من الأشخاص يريدون الابتعاد عن الفانيليا الكيميائية للعودة إلى منتج طبيعي الأسعار ترتفع وبات زرع الفانيليا في الدفئات أمرا ذي فائدة كبيرة وباتت الفانيليا من أغلى أنواع التوابل في العالم إذ يبلغ معدل سعر هذا الذهب الأسود الجديد 370 دولارا للكيلوغرام الواحد في مقابل 60 دولارا عام 2014